اشتركوا في القناة دي نقطة مهمة جدا وبشكر حراتك على السؤال ده احنا عاوزين نحقق ما تمت الدعوة اليه ان كل موظف الدولة يبقى فيه حد ادنى حد ادنى اللجون الـ 1200 اللي هو الـ 1200 جنيه طب انا عندي مجموعة مدارس خاصة ولكن متحصلاتها ضعيفة جدا بمعنى انه ممكن يكون المصاريف فيها 900 جنيه او المصاريف فيها 1200 جنيه والمدارس اللي فيها مثلا بياخد ربعمائي جنيه سي مثلا بياخد ربعمائي جنيه فانا عايز ارفعه الـ 1200 فيبقى كل فرد بيزيد ما يقرب من شوف حراتك من ربعمائية يعني هيزيد 200% الضعفين بالزبط طب ده هيحصل ازاي والمدرسة ازيكينا مدرسة هتخسر وتقفل ما مش هينفع يبقى لابد ان ارفع الحد الادنى لهذه المدارس لمتحصلاتها من المصرفات بحيث انها ما تكونش اقل من 1000 جنيه حد هيقول مين بقى اللي هيتحمل الفرق كان بتاخد 1200 دلوقتي هتاخد 2000 عشان يصب في مصلحة المعلم عشان نحقق الحد الادنى هل بقى اللي هيتحمل الفرق وليه الامر بنقول استحالة الدراسات التي يعني الدكتور الوزير شكل لجنة بحيث انها تقدم دراسة دقيقة جدا جدا لتحقيق مسألة الحد الادنى للموظف ورفع نسبة المصرفات الى حد ادنى 2000 جنيه للمدارس اللي هي البسيطة الفقيرة دي بس بشرط ان تكون هذه الامور كلها بعيدا عن ولي الامر طب ازاي معي لا فيه طبعا فيه حاجات كي احنا عندنا المشاركة المجتمعية وعندنا صندوق دعم التعليم وعندنا صندوق دعم لا يعني مثلا المدرسة كان بتاخد من ابن 900 جنيه في السنة نعم مفروض انت هتخليها 2000 نعم من اللي هيدفع الـ 1100 الفرق كل الجهات ما ده البقى اللي هو قيد الدراسة دلوقتي كل الجهات التي يمكن ان تقدم دعم سواء لهذه المدرسة داخل الصندوق او خارج الصندوق بشرط ان لا يتحمل هذا الفرق وليه الامر يبقى ليه الامر مش هتحمل هذا الفرق لو كان بيدفع أقل من 2000 جنيه خليني ااخد وفاق من القاهرة اتفضلي اساسة وفاق السلام عليكم سلام عليكم حضرتك عايزين في تعليم الدين في المرحلة الاعدادية مدرسة العامة ندخل تعليم التلاوة لان ما ينصحش ان احنا البعد ما نتخرج وخلص الجامعة ونشتغل ما بنروفش نقرأ القرآن فمبادئ بسيطة جدا زي ما بنشوفها في البرنامج هنا بس بعد ما شاب يعني 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 نتعلم من الأول ازاي نقرأ القرآن صح تعليم التلاوة يا فاني محاك قلت او تعليم التلاوة اللي هي في الحساس الدينية اللي مولادنا بيغضاء في المدارة طبعا يعني انا عارف حضرتك تقصولي ايه مهم جدا جدا انه مادة التربية الدينية على المستويين الدين الاسلامي والدين المسيحي انه تم تدريس المادتين بالشكل المطلوب اولا اللي يربط المسلم والمسيحي بالوطن ويحقق معنى المواطنة الكاملة وان يدرس للطالب الدين الوسطي الذي يجعلنا نستطيع ان نعيش معا نحو البناء والتعمير اما فيما يخص انه يكلو القرآن تلاوة صحيحة طبعا ده المفروض انه هو يبقى ضمن حسة الدين بس ده ما بتمش هل ممكن الوزارة تنبع على اسادة التربية الدينية يعمله حسة ولا وكل مرة في الشهر هو الحقيقة انا قلت حلاك المرفات في حال تستطيع هزي برامج التلاوة منتشرة في بعض المحطات الفضائية ومن قناة النات وبتلقى اقبال بس مين اللي بياخدها النهاردة ايه الناس اللي فوق التلاتين واربعين وخمسين فبيقول لك لو كنا تعلمناه وحنا صغارين كانت الدنيا افضل طبعا دي حقيقة وانا بتطفق طبعا مع الاستاذة المتصلة انه لو احنا ربنا ولادنا من صغرهم انه هم يعني يتعلموا صحيح الدين ومن ضمن ده انه يقرأ القرآن قراءة سليمة صحيحة باتطفق معنا طبعا انت متطفق معنا القرار ده يتاخد ده اتاخد بالفعل مش في مسألة التلاوة بس في المنظومة بقى كلها على بعضها وهيبقى من ضمنها مسألة انه هو يستطيع ان يقرأ بتلاوة صحيحة بالاتفاق مع وزارة الاوقاف هناك اتفاقات عديدة للاستفادة من يعني يبقى فيه شيخ من الاوقاف هيبقى فيه بدلا من مدرس اللوعة العربية اللي بيدرس الدين يعني هيبقى فيه تعاون مع وزارتين تحديدا وزارة الاوقاف ووزارة الثقافة فيما يخص الجانبي لخص الانشطة الثقافية والفنية انا عندي ثقات معطلة كثيرة جدا في وزارة الثقافة عدد هائل من مهندسين الدكور والمخرجين بياخدوا اجور وهم موظفين في الدولة وما بيشتغلوش وانت لو خيرتوا ما بين يشتغل ووافع المسرح ويحايل جمهوره ياخد فلوس ويقولك لا انا عايز اشتغل فلما يجي يشتغل في التربية والتعليم ويبقى فيه ضمانة ان انا ابني اللي هو ما عندهش متخصص مثلا في الفن المسرحي او الموسيقي او خلافه لما يكون على ايد متخصص من وزارة الثقافة وكده كده هياخد اجره ومش هيحملني فلوس ده يبقى شيء هايل هذا التعاون واحد يقول لي الله هو دلوقتي ده يتحقق ازاي الندب يعني يتم ندبه من وزارة الثقافة الى وزارة التربية والو ند جزء يومين في الاسبوع خلونا ننتظر الاتفاق يا استاذة وفاء ما بين وزارة تربية والتعليم وزارة الاواء تعد بشيوخ يعلم ولادنا التلاوة وانا متفق مع عدرتك استاذة نورة ملجيزة تفضلي السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم لو سمعت كنت عايزة برضو اتكلم بخصوص موضوع الاجر احنا اجر اكتوبر ومعانا اجر ذات احنا 381 وهو دلوقتي الاستاذ هاني بيقول ان حضرتك التعليم او مش تعيين احنا دلوقتي اصلا على قائمة العمل ازان هنوعد نقدم في تعيين واحنا على قائمة العمل على قائمة العمل ازاي فاندي حضرتك معينة؟ لا مش معينة احنا بالاجر اللي هو زي ما انت بقول اتفاق مع المدرسة انا ما اعيي انا ما اعيي واثق في كلامي تماما انا ما اعيي تماما هو انه ما فيش بالاجر ولا بالتعاقد دلوقتي فانت ازاي موجودة دولة تعيين انت حضرتك لسه معين 1-4-20-15 نفس ازينا بالضبط نفس التعاقد كانهم بالاجر وتعاقدهم ايه الفرق بيني وبينهم لا حدقلت ايه فانم انا اسف ما سمعتش 1-4-2015 1-4-2015 حد تعين ايو لا اتعاقده 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 اذا دا تم وحضرتك واثقة من اللي بتقوليه دعيني برضو بثقة اقولك ابقى دا من باب خلفي دون علم الوزارة والوزارة اذا علمت هذا الامر سيتم التحقيق فيه لانها مخالفة لانها مخالفة لان شكلها شكل اي مخالفة بتقصل من وراء الوزارة وزا الوزارة خدت بها علم فورا ستاخذ اجراء في هذا الامر انت بس صوتك الشبكة عندك قطعت التصل تاني عشان نسمعك يعني انا مش عايز انكر يا استاذ محمد لان هي برضو ممكن تقول استاذ هاني لا التعاقد موجود ولكن الوزارة غير معترف بيه هي بتقول لي بس فيه واحد في شهر في 1-4-2015 عشرة تعاقد احنا ما عندناش تعاقدات وهي صدقة بتقول لي طب دا حصل ازاي باب المخالفة ايه باب المخالفة دي مخالفة محمد بن شبيني لكم حنة زاكي بن شبيني لكم حنة زاكي اهلا بحضرتك اهلا بحضرتك من فضل حضرتك سلام عليكم سلام ورحمة الله من فضلك اكلمت الدكتور هاي مع حضرتك يا فاند انا معاك يا فاند انا الزوجة هتطلع على المعاش انا حنة زاكي المحامي من شبين الزوجة هتطلع على المعاش في شهر ديسمبر جهة العمل ادارة شبيني لكم التعليمية بترفض صرف الاجهزات لاربع شهور الاخرانيين وبيتعللوا بان اه تنظيم الادارة او المالية بترفض او حاجات كده برغم نصوص القانون وبرغم نصوص اللايحة الجديدة اللي هي المادة 137 و138 انا مش عارف ليه بترفض جهة العمل لها تصرف والمفروض قبل ما تطلع على المعاش تصرف الاربع شهور طيب اه تسمح لي اقولك حاجة ومشكورا تعمل بيها اقوله حضرتك في شبيني لكم اه مديرت التربية والتعليم بالمنوفية مشكورا حضرتك توجه للاستاذ الدكتور عبدالله عمارة مدير مديرية التربية والتعليم بالمنوفية ومشكورا حضرتك اقوله انك تواصلت معايا وانك لك حق وفقا للقانون في كذا وانك زوجتك مش عارفة يعني تحصل على حقها انا بوعدك هيجيب لك حقها اذا كان اذا كان القانون يتح لها ده الا اذا هم بقى يعرفوك شيء ممكن يكون خافي على حضرتك اه وساعت حضرتك يعني هتعرف الحقيقة وهتهدف نورة من الجيزة رجعي التاني فضلي نورة نورة مش معنا طيب في الدقائق الاخيرة كده عايز اعرف منك احنا عندنا عجز كم مدرسة محتاجين نبني كم مدرسة احنا ولا انتم بتحسبوها بالفصول لا بالفصول هتؤدي برضو الى عدد مدارس احنا دلوقتي يا سيد محمد دلوقتي عشان ننزل بالكسفات من ستين وسبعين وتمانين لخمسة وارجعين او خمسين احنا محتاجين الان بناء اتنين وخمسين الف فصل يا الله اتنين وخمسين الف فصل حد هيقول لي طيب ما تبني اقول له ده انا نفسي ابني عندك فلوس عندي تخيل حضرتك عندك فلوس تبني هي لحضرتك ان وزارة التلبية والتعليم تقدر تبني طيب انا مش تبني في الاراضي انا محتاج مخصص من الاراضي بشرط ارض ما تكونش زراعية ارض ما تكونش عليها نزاع ما يكونش فيها اي مشاكل اما ان تأتينا الارض من السادة المحافظين بتخصيص في الاماكن ذات الكثفات العالية التي تحتاج الى بناء مدارس ثم تجهز ثم يعين لها مدارسين عشان خاطر نقل الكثفات فنقدم نظام تعليمي اكثر جودة او ان انا عندي رجال اعمال ومتبرعين ومستثمين ومحبين للبلد في ناس بتتبرع باراضي وبنقبلها يعني الوزارة معها الفلوس ومعها الكوادر لان احنا كمان احنا عندنا جزء من الموازنة خاص ببناء مدارس وعندنا كمان العمل خارج اطار الصندوق احنا عندنا ترق كتيرة جدا جدا نقدر نبني بها مدارس طب وستاد وزارة البقاء التعليم ما بيقولش ده الرئيس الوزراء او بالتسبب المحافظين متقال ومحطوط في الخطة الاستراتيجية ومدرج ومحدد ومحدد انا هبني سنة 15-16 كم فصل هبني سنة 16-18 كم فصل هيتنزل الكسافة من الى جودة تعليمية نعم لا تتماشى مع المعيين الدولية ولكنها ستحقق خطوة تمثل نسبة 40 او 50% نحو الاصلاح وبعدين مع توالي السنوات وبناء عدد من المدارس اكثر مع اصلاح المناهج واصلاح احوال المعلم التعليم بعد 3 او 4 سنين بارقام محددة وحاسب عليها هيبقى له شأن لكن لو قلنا كلام مطلق احنا هنحسن التعليم حدش هيقدر يحسبنا يعني اي حد شايفنا النهاردة في اي قرية وعنده قطعة ارض او مركز وعايزة تبرع بيها للوزارة بهذه الشروط اللي تنطبق عليها لا يوجد عليها نزاع قانوني هتوافقوا تاخدوها وتبقى طبعا طبعا وبيحصل وحتى هذه اللحظة بيحصل وعلى طول الابنية التعليمية هي اللي بتتحمل تقليف الابنية التعليمية طبعا كل ده بيتم باشراف الهيئة العامة لابنية التعليمية وبنحط النمازج المتاحة للبناء حسب المكان لاننا لما بابني مجرسة في اسوان غير لما بابني في الواد الجديد طبعا احنا المفروض المسألة مرتبطة بالمناخ العام والبيئة الموجودة ده كل موجود هي المشكلة انك تخصص اراضي تبني عليها وبعد ان تأتي بقى النقطة الاخيرة عاي الناس حلينا نوجه دعوة الى رجال الاعمال زي ما بدأت حلقتي وكلمت على اميرة فاطمة اللي اتبرعت بعشرات الافدينة لبناء جامعة القايرة واعتقد في حوزة عدد كبير من رجال الاعمال في مصر قطعة كثيرة من الاراضي هل ممكن يتبرع احدهم ولا بعضهم بكم قطعة الوزارة التربية والتعليم لبناء المدرسة عليها نتمنى ذلك او في حاجة كمان يا سيد محمد اخي لما شداخل نص دقيقة كمان الوزارة مؤخرا بتعمل على تعظيم الاستفادة من الاصول الموجودة في التربية والتعليم يعني انا عندي مدن تعليمية عندي القرية الكونية انا عندي ملاعب بدل مصرف عليها وتبقى عبء لا دي دي يدرها مؤسسات او اهيئات متخصصة في هذا الشأن بحق الانتفاع والفلوس اللي تجيني العائد اعمل بها مشروعات تعليمية تنموية ده معمول بشكل كويس جدا جدا دلوقتي فاسمح لي ان انا اقولك ان ده خبر جميل يعني هيقدمنا خطوة نحو الاصلاح ان شاء الله واشكرك ضيفي الكريم دكتور هاني كمال المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم لا عفو يا فان حلقة انتهت معاكو يا رب الخير لمصر بكرة حلقة جديدة من برنامجكم كلامنا بالمصر سلام عليكم